تذر للاتحاديين على اللي صار وشكرا اللي حطوا عذر انه ممكن محتاجة انه فعلا محتاجة وبعدين اللي يجو يضلطوا انا ليه ثلاثة سنين انزل انا بغوظيفة شكرا يبلكم الاحلاوي المستجد صاحب العشرة الاف ريال اللي اخدها من خالد العليان الليل من حلاوي زباد يا بوي يا بوي طيب ترزل اليوم معك عشرة الاف مرسل اليوم يا ولد مرسل مابو مرسل مرسل عندنا سلام انا خالد العليان هذا صاحب التعليق الفاذ مبلغ 1100 ريال من التعليقات بشكل عشوائي على الفيديو الماضي وهذا صاحب اول تعليق ولا jour مبلغ 500 ريال عشان تدخل في السحبة على مبلغ 1000 ريال كله عليك تشترك في القناة وتكتب اي تعليق في ال اسفل بخصوص الفيديو الماضى خلونا ناخذها ا��ها حبا حبا الفيديو حقق انتشار واسع جدا حاليا هو الثالث في الترنت في اليوتيوب وانا اصور الفيديو حاليا هو الثالث في الواتساب في سناب شات في الانستجرام في تويتر في الشارع في الحلاق في البقالة مع أصحابي صار السؤال الأول اللي يسألوني عن الفيديو الماضي عن العشر آلاف ريال هل العشر آلاف فعلا عطيتها الفائز هل فعلا الفائز صاحبك وانتم متفقين هل المشهد تمثيلي وبعدها رجع شجع الأهلي ولا شجع الاتحاد النقاط كلها هذه رح أوضحها نقطة نقطة أهم النقطة هل المشجع فيصل صالح الاتحادي استلم المبلغ عشر آلاف ريال نعم استلم المبلغ بالكامل وممكن اللي يعرف حسابه على الانستجرام أو سناب شات أو سناب الإعلامي سيف حموة وضح أنه استلم المبلغ ويسوه في المبلغ أنا قريت ورقة قالوا لي أقرأ الورقة والتزم بما فيها أنا قريت الورقة بس ما استزمت للي فيها وخدت العشر آلاف النقطة الثانية هل تعرف المشجع هذا يا خالد نعم أعرف المشجع لكن والله العظيم ما كان فيه أي مشهد تمثيلي كل المشجعين اللي سويت معهم لقاء أو أغلبهم 90% منهم كنت أعرفهم لأنه التحدي هذا حساس شوية فحاولت أني أختار الأشخاص بحكم أني أحضروا الملعب دايما أختار الأشخاص اللي أعرف أنهم اتحاديين صميم واشوفهم في كل مباراة دايما في الرابطة يشجع للتحدي فيصل صالح مش مشجع اتحادي فقط مصور اتحادي كمان يعني يصور بعض المباريات يدخل ببطاقة أعلامية ويصور للاتحاد أهم نقطة سألتوني عنها أنه أقسم بأنه راح شجع الأهلي والآن هو مشجع اتحادي وانتشرت له فيديوهات كثيرة يقول فيها أنا مو أهلاوي ولا راح شجع الأهلي وأنا ما أقسمت فقط قرأت الرسالة اللي كانت مكتوبة اللي وراني ياها خالد وفيه مكتوبة يطلع لي وانا ايش أحلف بالله أنه أنا ماش أتحادي للأبد وكثير أشخاص مقهورين التصالات ورسائل توصلني من أشخاص أعرفهم واشخاص ماعرفهم أنه كيف أقسم وما شجع الأهلي وأخذ المبلغ كمان يعني ناقض القسم وناقض التحدي القسم شي عظيم في ديننا الإسلامي هذا ما نختلف عليه القاضي في المحكمة هنا في السعودية إذا قالك أقسم وأقسمت يؤخذ بكلامك على أنه صح الرسالة اللي ودي أوصلها اقرأوا عن القسم والعقاب في حال أقسمت وبعد كذا أخلفت في القسم أو نقضت هذا العهد أو هذا القسم أتمنى أنه ما نستخدم القسم أبدا حتى في أصعب الأحوال يعني لا سمح الله قدرت الظروف أنك تكذب لا تقسم غير كذا مبادئك أنت أمام الناس وقيمك في الدنيا أنك أمامهم شيء ومن خلفهم شيء ثاني وتقول كلام وتنفذ كلام ثاني هذا الأمر رح يأثر عليك أنت على مصداقيتك بعد كذا الناس ما يصدقوك ما يسمعوا منك نقطة مهمة جدا ردت فعلي بعد ما أخذ العشر ألاف ريال لا والله عادي ما زعبت أساس الموضوع ما يزعب عادي يا جماعة الخير والله العظيم موزعلان على المبلغ المبلغ نسوي فيه سحب ممكن بكرة وبعده نسوي سحب جديد على نفس المبلغ أو أعلى منه وشغلين كل مقطع فيه سحب على 1500 ريال واحد من التعليقات و500 لأول تعليق لكن الزعل كان على المبدأ أنه كيف أنا كنت عارف أنه ما رح يغير ناديه وجالس يقسم أمامي لأنني أعرف المشجع الاتحادي اللي يحب الاتحاد زي فيصل خاصة ما رح يغير ناديه وأنا ما سويت التحدي هذا إلا وأنا متأكد أني رح أرجع بالعشر ألاف بس أضفت العشر ألاف ريال كقيمة مضافة للفيديو عشان يطلع في الفيديو فيه إثارة فيه مبلغ حقيقي ما أتوقعت أن يروح ولا واحد في المئة لأنني اخترت أشخاص أعرفهم ما يغيروا ناديهم أبدا وليقول الفقراء والمساكين أولى أنتم ما تدروش اللي بين وبين الله يعني ما يحتاج إذا رح تتصدق على فقير أو مسكين أصور لكم يا أقول شوفوا أنا أعطيته والله مبلغ هذه نقطة النقطة الثانية من حقك أنك أنت تهدي أحبابك تهدي أصحابك تهدي أخوانك تهدي أهلك أنا أحب أهدي أحبابي الناس اللي بيدعموني في سناب شات في انستجرام في اليوتيوب والحمد لله أنه دائما بتروح للأشخاص اللي يحتاجوها هذا من الله ربك يرزق مني شاب غير حساب بالنسبة لي فيصل أنا سمعت مقاطع في الانستجرام في سناب شات يشقال قال أنا فيهم هس الحاجة لهذا المبلغ وليه ثلاث سنين ندور وظيفة ولا لقيت وسدت بالمبلغ هذا مبالغ للبنك والسيارة ولأغراض أخرى فيصل نحنقول لك حتسوي بالعشر ألاف أوه حتسوي أشياء حتسوي أم لا سويت الله يسويت ستت في السيارة إن شاء الله تبارك الله من جيد أربع كصير صلاتة عن النبي وإش كمان أقيد البنك في السيارة الله يزيدك من التحاد والأهلاوي من التحاد والأهلاوي والله يعرفك من زمان الله يرفق الخراب واعترف بخطأ واعتذر أمام الجميع أنا عن نفسي مسامح الباقي بين وبين الله إن الله شديد وعقاب وإن الله غفور ورحيم فما نعلم أمكن ربي شاء أنه يكون المبلغ هذا له عشان يفك كربته الآن بإذن الله راح تشوفوا لقطات ما عرضت في الفيديو الماضي لأنه كان مختصر لنفس اللقاء اللي كان مع أخويا فيصل عموما يوم الأربعة مو بكرة بعد بكرة الساعة أربعة عشان تلحك ترجع من المدرسة تنام تريح بعد الاختبار تصحى الساعة أربعة تابع الفيديو راح يكون الفقرة اللي أنتم تحبوها أسئلة الاختبارات ولصاحب أول تعليق 500 ريال وأتمنى إذا عندكم أي سؤال أودكم أسأله للطلاب ارسلوا لي في التعليقات تحت لأن بكرة بإذن الله راح أصور الفيديو معينة بوفية حارة ارسلوني برضو في التعليقات أعطيكم ألف عافية ومشاهدة ممتعة للجميع يلا بسم الله قبل التحدي لو هبط الاتحاد بتشجع مين الاتحاد لا تشجع الاتحاد تغير الاتحاد يعني ها ما فرحنا نجي نسيبه عشان هبط ما عمرك شجعت وبعدها ما هيهبط مين قالك هيهبط ما هيبط إن شاء الله ما عمرك شجعت نادي ثاني غير الاتحاد قبل الاتحاد لا الاتحاد فربما ميلان ولا راح تشجعهم ولا غيرهم هادي خلصنا من الناس الان نبدأ في التحدي خذ المبلغ هذا وبعده نشوف كم المبلغ نحن نتجع هربعة خمسة سدة 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 والله فيه مطعن هنا نعم نعم عشرالاف عشرالاف بس بالله اله أحد يغطي على الكاميرا طيب او مكان عشان اهروب طيب توقع انك بتفوز بالتحدي؟ بفوز ان شاء الله عشرة الاف دي ما تبغاني افوز؟ المطلوب يطوي العمر السلامة انك تقرى هذه بصوت عالي وال يلا دقيق انا شايف ولو قريت ااخد؟ لو قريت اه تفصخ التي شير ايه؟ تمام؟ ايه مش عريان؟ لا عندي تي شير لك هنا جديد تاخذه ايه؟ وتلتزم بالكلام اي لا حد تدريك انه يضربني اماه؟ يا ابوي عشرة الاف لا تدقني عشرة الاف والله عقلي فراسي والله عقلي فراسي اقسم بالله العظيم يا عيال في كفارة بيتعدي على النادي اقسم بايات الله بالكلام هذا اقرب ايش؟ انت تقسم اول شي انت تقسم بايات الله لا والله ما انا جاء اضر والله ما انا اضر والله يبارك له فيها هايدي دقيقة انت تقول لي حرام عليك بخلص بتيجي محلي يعيها دقيقة يعيها الديقية عيال دقيقة التزم بايش البس التيشيرت أنا أعود لتشجيع الاتحاد أبداً نزم بهذه كاملة هذا بينك وبين الله أكسم بالله العظيم بإني سأشجع النادي الأهلي وسأكون مخلصوا فيها الكبير جداً وسفير أوطن النادي الأهلي السعودي ولا نعود لتجاه الاتحاد أبداً يلا تفسخ التشجيع بس لأهل هذا الالتزام شباب لاح يغطى على الكاميرا لا صح خلاص حقي الله يبارك فيك انتهى راحة حلاس راحة ها تحدي راحة تحدي فاز حلاس انتهى صوتوا حدي بعزر هلاف رياض تضيبها واحد واللي بالسعارة لعلي انه يقول له مبروك انتهى الله يكفر عن صياته وصياته انتهى واحد هو الرجال انتهى اطول طيب دقيق اصبر اه من هناك يابو انت ابش ابش دقيقة باكلة شكرا اوه زمان اتابعك محسبكا طويل طلعت انا طول منك ماشاء الله علي هل عوالي؟ عمان عددك عمان عددك عمان صالي فضل هتفتحها في مكة فرعا للاكاديمي هفتح في مكة ان شاء الله بس نسه قدامي عام شيف العوالي؟ هابش ربع ازاي فضل جاي كل الطرف بأسن والله نعم نعم أهل الجنوب